نرجع لها لكن السماء تنتصر للمبادئ مثل هادي احنا ماشيين اهو في نفس الصياة بصوا من كام يوم الناس كلها تابعت قرار شديد من النادي الاهلي بعثة الاهلي لتنس الطاولة بتلعب بطولة عربية في المغرب الكابتن اشرف عبد فتاح المدير الفني لجهاز تنس الطاولة بيتصل بالكابتن روف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي عندي مشكلة ايه اتنين لعيبة خالد عصر وعمر بدير اتنين لعيبة في النادي الاهلي من عبدت الفريق ها في مشادة كلامية شديدة بينهم في الفندق فكابتن رؤوف اندهش ازاي ده يحصل كلم الكابتن محمود الخطيب كابتن الخطيب كان قراره الفوري يرجعه فورا قرار يخد اي بعثة اتنين لعيبة اساسيين في لعبة فردية في لعبة فردية في بطولة عربية معتمد عليهم الجهاز الفني لكن اساءوا تمثيل الاهلي برا ظهروا بشكل لا يليق ببعثة النادي الاهلي وبعثة مصرية في محفل عربي فالقرار يرجعه فورا ايا كانت النتائج ايا كانت النتائج الناس ساعتها اللي استقبلت القرار اه هو ده النادي الاهلي بس الناس كمان طب ما الفرق هتخسر البطولة واخسارة يخسر الاهلي لقب في البطولة العربية فالنهاردة يكون انتصار السماء للمبادئ ان الاهلي يفوز بالبطولة العربية بدون الاثنين اللعيبة الكبار يحقق النادي الاهلي هذا اللقب لفريق رجال الاهلي اللي تنسي الطولة بعد بفاز في البطولة مساء اليوم اشاد رئيس النادي الكابتل محمود الخطيب هنى البعثة هنى اللعيبة شكر هؤلاء اللعبين واشاد بالمجهود الكبير اللي بزلوه علشان يتغلبوا على كل المصاعب الهو ده للمكالمة فضل لان في مكالمة معانا من المغرب سيد لاشين كابتن سيد لاشين من المغرب كابتن المنتخب واللاعب العريق العظيم يا كابتن سيد كابتن عبد زكا كابتن سيد انت جتلي في ملعبي ما انا بتاعتي نصطولة ها انا عارف حبيب انا عارف يا مكالمة ازاي حضرتك الحقيقة احنا بنتبعكم بسعادة اتقطع الخط ولا ايه ها لازم تحاول معا كانت الانتصار الحقيقي انه ربنا يسند الاهل في قراره التربوي وربنا يأكد على قيمة المعنى والمبدأ ما يفكركش بحاجة اعا بتقرار 85 بتاع اللعيب تقول كل ظروف ب 17 لعيبي يتوقفوا اذا اهو شوارب جاهز بيفكرك ب85 الاهل يوقف فرقة بالكامل ويكسب الزمالك ويكسب الزمالك ويكسب الترسانة ويكسب المحلة في الفاينة ويكسب البطولة ولا العكس انا الترتيب مش اه الزمالك في دور للتمانية اه فكانت هي دي في كل مرة بصوا المواقف الكتيرة جدا من اول ما الاهل اوقف حسين حجازي عشان مطلعش مع العيبة يستلم الميدالية فيكسب الزمالك ويكسب نجم جديد يكسر الدنيا بعد كده ويكون ايقونة المبادئ للنادي الاهلي مختارة تيتش كان بدايته نتيجة موقف تربوي ينتصر فيه الاهلي لمبادئه الناس اللي بتتكلم يعني مبادئ في كل موقف وفي كل مناسبة ينحاز الاهلي لمبادئه وتقاليده ولنظامه تنحاز له السماء وتنصره هو ده النادي الاهلي يا جماعة اللي الناس اتخضت واتدايقت ازاي الاهلي يرجع اتنين لعيبة طيب ما هو كان ممكن يطبطب عليهم ويبوسوا رأس بعض وحصل خير لكن الاهلي ما بتصرفش كده الاهلي ما بتصرفش كده فيه خطأ لا يمكن السكوت عليه فيه لعب ما يقومش بالتزاماته يتعلم وغيره يتعلم بص الموقف دي بتخلق ابطاله بتخلق لجيل جديد بتخلقه على أسه سليمة باي لانه بيكسب الموقف ده النقيد حسن مع متخب مصر في بطولة أفريقيا ان الناس اشتغلت تدافع عن الخطأ فكانت النتيجة اخرجنا من دور 16 المكالمة جاد تاني المكالمة جاد تاني لا لسه لسه ما جاد فانا بقولك انك انت لما بص الموقفية مؤكد مؤكد اذا مسكت في المبدأ حتى لو خسرت النتيجة انت كسبان أجيال طبعا وكسبان رسالة بتروح للعالم هو ده دورنا هنا بقى ان احنا ننتصر لهذه الأهداف دورنا كإعلام مشان كده كابت الخطيب واجه الشوق لنجوم الأهل سيد لاشين ومحمد البيعلي ومحمد شمان وشادي مجدي اللي مسلوا الأهل في البطولة وكملوها برغم هذا النقص عشان يكسبوا البطولة العربية ويكون الأهل عنده هذا اللقب العشرين في تنس الطاولة العربية بص يا سيد إبراهيم لما تنتصر للمبادئ تنتصر للقيم ويبقى ده دور دور إعلام سليم مش دوره قصف الجبهات وإرضاء مشاعر الجماهير أحيانا أحيانا تقول حاجة كده يعني رد على إساءات كتير بشكل مهذب برضو تقولها عشان يعني تفاهم الناس برضو إنك ممكن تخربش يعني بس يخربوش كده صغير للنظار يعني إنما برضو لا فيه خروج عن النص ولا فيه خروج الصدراج الانتصار للمبدأ رسالة تسبق النتيجة بكثير ودائما ما يكافأ الأهل على هذا النهج فإحنا مش منزعجين هنا إن إحنا بنؤدي هذا الدور والقناة دي رسالتها وكل وسائل إعلام الأهلي دي رسالتها النهاردة لما تقرأ طب أنت الأستاذ علي بركة الذي يمكن له يعني راجل مخضرب في الصحافة يعني ييجي يقولك خدنا بتاركو وغسلنا عاركو إنت كسبان إفرح بنفسك طب مين يقسل عارك أنت ومين ياخد بتارك أنت مني إذا كان الرد بالرد يعني لكن ما هيش كده الحكاية مش كده إفرح بفرقتك داي فرصة ذهبية تحتفل بفريقك عموما إذا كان جازت اللوم والعتاب لإعلامنا الرياضي أنتو فين من موقف زي الأهلي في البطولة العربية لتنس الطاولة إحنا كل ما فرق من الألعاب الأخرى تحقق بطولة نبدأ نتكلم من دي الألعاب الشهيدة ودي الناس المظلومة ودول اللي الأبطال بجد ودول اللي بيحقوا الميداليات ودول اللي بيكسبوا ودول اللي بيشرفونا لكن لما يحصل موقف زي كده تربوي ما حدش أتكلم لا هو الأهلي بيتصرف وفقا لمنظومته القيامية بيتصرف وفقا للإطار اللي بيحكمه تاريخيا مسؤولية كل قيادة في الأهلي جيل بعد جيل ومجلس بعد مجلس أنها تحافظ على تقليد النادي وتتصرف وفقا لمبادئ النادي وتنتصر دايما وأبدا للمبادئ السابتة اللي متعرف عليها في تاريخ النادي الآلي اللي تقريبا بتمثل الدستور الحاكم بتاعه لكن الناس كلها لازم تاخد بالها من التصرفات اللي بتحصل لأن كل ده يحصل ولا ليتوج ببطولة عربية برغم هذا القرار أو نتيجة لهذا القرار بمعنى أصح ولا حد يواخد باله ولا حد مهتم وأنا نشغل بكلام كتير جدا في السوشيال ميديا هو عجل سألك سؤال عجل سألك سؤال هل تنتص الطاولة دي ألعب صلاة ولا ألعاب إيه؟ صلاة طبعا والكراتية ألعب صلاة ولا ألعاب إيه؟ طبعا والجنباز ألعب صلاة ولا ألعاب إيه؟ طب ما أبطلنا دي الأهلي عملين يحققوا بطولة إفريقية وعربية و لكنهم حطوا الصلاة في الكرة بس سلة وطيرة ويد وحتى فيدي في الطائرة ملوك الصلاة معرفين صلاة